اشتركوا في القناة وهي ان هيكون عندك ان كتير افي من الضغوط ومن الاضطرابات الى ان في اتخاذك الخطوات اللي ليها علاقة بالتحصين او تأمين او ان انا اخلي بالي ان اقع عندك الافكار دي كلها في حين ان انت بتتخذ فيها خطوة المشتري بيدعمك تأثيرات كوكب المشتري بتدعمك فاذا في اتخاذك خطوة الامر ما ناجح او ليه علاقة بتأمين او ليه علاقة بيه ان انا اخلي بالي كتحصين يعني هيبقى بيساعدك اوي في اكتمال الامر يعني انت تقولي يعني ها بداية الخطوات يقولك خلاص ولا اعملت اللي عليك انا انزل بالباقي بقى فعندك ده جدا سواء بقى برج او تأثيرات كوكب المشتري بالنسبة لك هتخليك ان انت مدعوم من الاخرين مدعوم من بعض القرارات مدعوم ببعض المفاجآت اي مفاجآت ايجابية يا طقي يعني ايه يعني بالنسبة لك تبقى انت مش متوقع ان في حد يجي يشيرك من المحنة دي او انت ماشي في حفرة او ماشي وهتقع على حفرة فتلاقي حد كده انت ماشي في صحرا مثلا تلاقي حد يجي هنا جدك كده وقالك يعني ياه فجي نجدك كده فعندك تأثيرات لها علاقة مشابهة بالامر ده جدا جدا في خلال التلات شهور خاصة خاصة ان عندك فيه امور معكسة عشان اكون صريحة معاك ان هيكون بداية ان كوكب اعتارد موجود في برج ادال ومنزلك ال 12 اعداء اعدللك بالمرصاد بعد كده بيتراجع اعداء معادللك بالمرصاد ونوينها قوي الى ان هيكون عندك القدرة على الاعداء تمثل اشخاص وتمثل بعض المواقف او القرارات المعادية لما تتمنوه ولكن هيكون عندكم حسن تعامل مع الموقف حسن تعامل مع الامر وده هيكون بيساعدكم بتأثيرات كوكب المشتري فهمتوا قصود ايه؟ فاذا في ظل الوقعات او الضغوط انتوا قادرين على التعامل ودي تعتبر من الاشياء الصرة بتبدأ الامور الصرة بالنسبة لكم اكثر في شهر فبراير برغم ان الشمس هتكون موجودة في منزلك ال 12 برضو يعني نوع من انواع الضغوط والعكسات والاعداء الى ان هتكون انت عندك القدرة والسيطرة على الموقف اكثر يعني لما بنيجي نقول بنهاية شهر فبراير مع شهر مارس عشان نقفل الربع الاول فيكون عندك تميزات كتير او انك تكون قادر على قهر اعدائك وقادر على انك انت تكون اقوى من اي ضغط اقوى من اي مشكلة او اقوى من اي منافسة اقوى من اي تحدي او اقوى من اي حد عايز يوقعك او يغليك انك تفشل فامر ما اذا برج الحوت مين قده خلال الفترة دي؟ برج الحوت كمان لما بتيجي الفترة الخاصة بيك انك الشمس هتكون موجودة عندك وفي نفس الوقت احنا كمان بنتكلم لمارس يعني قبل الكسوف والخصوف لانه هيكون شهر في ابريل في ده تلاتين في تلاتين ابريل يعني هيكون النقطة دي في تلاتين ابريل مش عايزين نيجي على النقطة احنا بنتكلم على الربع الاول اخر ومارس احنا ملا المهم لما يجي الوقت ده نتكلم فيه فانت عندك في خلال الفترة دي على اخر شهر مارس بتقدر ان انت تحقق كتير من القوة والتميز ضد اعدائك او ضد الحاجات اللي كانت وقفة عقبة في حياتك فدي من اول النقاط المميزة اذا انت عندك صعود مش هبوط في بعض الابراج اللي عندها اضطرابات او ضغوط ولكن بيحاولوا على فكرة هي سنة 22 سنة حلوة كتير على كل الابراج على فكرة بس باختلاف المواعيد واختلاف التوقتات برج الحوت انت بالنسبة لك التوقتات دي ايجابية بالنسبة لك يعني من فبراير مارس كل صعود ايجابي عندك نواحي كتير ايجابية فاذا يا برج الحوت عندك تقدم حلوة قوي بتقدر ان انت تصل لي فاذا في صعود عندك في الامور المهنية برغم ان انت بتبدأ السنة بعطارد موجود في برج الدلو الى انك عندك نجاحات مهنية وتقدم وعروض مهنية مميزة كتير وانك قادر انك انت تثبت نفسك في الشأن المهني بالنسبة لك عندك القدرة العالية كتير على ان انت تتفوق وعلى ان انت تبرز مكانه يكاد يكون عارف فكرة ان ممكن يكون فيه مكافأة بالنسبة لك في عملك او جايزة بتحصل عليها في عملك او منصب بتحصل عليه في عملك فاذا انت في العمل انت قادر على اثبات نجاح وبالتالي بتحصل على مكافأة على تأدير على جايزة فاذا عندك الاجواء دي كتير يعني بتحصل على شيء مميز او انك بتسعى لشيء مميز انك تحصل عليه وبالفعل بتكون البشاير لها علاقة بهذا الامر عندك ده جدا طيب برج الحوت من اكتر الحاجات برضو اللي هتكون مميزة جدا بالنسبة لك وهي او من الاشياء السارة بالنسبة لك وهي ان انت هيكون عندك فيه الامور العاطفية جو رائع وكتير متميز بمعنى عندك علاقات صداقة تتحول لامور العاطفية خاصة في فبراير شهر التاني من السنة شهر فبراير بالنسبة لك هيكون شهر اتنين يعني هيكون بالنسبة لك فيه خطوبة فيه زواج فيه علاقة صداقة تتحول لامر عاطفي فيه ان انت علاقتك العاطفية اللي فيها مشاكل لها تقدر ان انت تجيب الشخص ده ان احنا هتعامل مع بعضك ان احنا اصحاب او ان انت هتعرف تتعامل معاه يعني اذا فيه تحسن في العلاقات فيه كتير محبة فيه كتير اصدقاء هتحولوا علاقتهم معك لعلاقة حب ورومانسية واجواء كتير عاطفية لدرجة ان هيكون الامور العاطفية لانها فيه تحسن وفيه اخبار جيدة وفيه علاقات صداقة تتحول لامور عاطفية فالامر بالنسبة لك هيدخل في اطار بعد كده اعداوة مش مع الحبيب لا اعداء هيكونوا بيصبوا غضب في علاقتكم يعني هيكونوا بيحسدوكم يعني ما انتم من اكتر الابراج المحسودة برضو ما انتم من اكتر الابراج المحزوزة ولكن محسودة برضو فاهميني الفكرة في ايه فخلي بالكم كتير لان فيه كتير هيبقى بصصلك على علاقتك العاطفية اللي هو ايه 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 ازاي يعني فهيبقى عندك ده او صراحة الابر ممكن يكون عندك علاقة طرف ثالث بتبقى مبسوط بيها كتير بس ده بينشاء شاكل كتير يعني ابوسوا هي حاجة حلوة بس برضو هنقولها في التحذيرات هتلقوني بقولها لكم لان احنا لازم نخلي بالنا كويس قوي من الحالة دي يعني من الان احنا ندخل في طرف ثالث ايه نعمى نبقى مبسوطين بس هنبقى متضايقين من الطرف بال اول فخلي بالكم كتير او والله يعني لازم نكون حذرين قوي طيب المهم الحاجة برضو المهمة بعد كده يا برج الحود وهي ان الجو الاصدقاء يعني علاقات صداقة تتحول لعلاقات عاطفية بس الفكرة اكتر من كده كمان ان هيكون عندك علاقات صداقة قد ايه بيقوقوا بيدعموك قد ايه اصدقاء هيكونوا كتير في حياتك هتكون بتتعرف على شخصيات جداد او بالنسبة لك شخصيات انت او اصدقاء فكرة انه مش لازوا مش نزلي من زور مش حبوا او عندك خلافات مع احد الشخصيات او احد الاصدقاء الى ان بعد كده علاقتك معهم بتبقى لازيزة كتير وجميلة كتير وكيوتة اوي يعني فعندك ده اللي هو كان فيه اصدقاء علاقتك معهم مضطاربة او فكرة اللي هو مش عايزة بقى صاحبك اصلا يا عمو ولا عرفك ولا تعرفني الى ان في الاخر هيبقى عندكم ان انتم الاثنين اقوى اصدقاء او اقوى اصحاب خاصة بالنسبة لك في يناير في يناير النقطة دي جدا جدا وبتيكتمل الامر في فبراير وبيكتمل الامر في فبراير فاذا عندك الاجواء دي كتير اصدقاء بالنسبة لك كان عندك معهم مشاكل او عندك معهم خلافات او عندك معهم قيل وقالوا وي 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 الى ان في فبراير هيكون في تحسن هايل جدا جدا في علاقتك مع الاصدقاء وتوضيح مهام كتيرة يعني إما أنت قادر على أنك أنت توضح حاجة بزاوية صحيحة أو أن حاجة هتتوضح لك بزاوية صحيحة يعني بتكتشف أمور حقيقية بدل ما كانت كذبة لا بتكتشف صدق فعندك ده جدا برج الحوت برضو من أكتر الحاجات اللي هتكون مميزة جدا جدا بالنسبة لكم وهي أنه هيكون عندك رجوع الحبيب يعني الماضي هيرجع لك سواء الماضي هيرجع لك لو أنت منفصل يعني الماضي هيرجع لك سواء أنه هو ندمان أو حقك اللي هيرجع لك فاهمني؟ يعني بالنسبة لي أنه ممكن يرجع لك ندمان يعني يرجع لك باعتذار يعني يرجع لك حتى لو بالاعتذار الغير مباشر ولكن هيكون الفرصة أو الرجوع جاي منه هتكون قادر على أنك تكون مميز وقوي وناجح ومتطور وقد إيه متقلق وده هيسير كتير غيرة وهيسير كتير نوع من أنواع التفكير فيك قوي وهيكون بيرقبك جدا وبالفعل الشخص ده هيبقى عايز يقرب ليك جدا جدا فإذا يا بيعتذر بشكل صريح أو بيعتذر بالشكل الغير مباشر أو الشخص ده حقه هيرجع لك يعني حقك هيرجع لك لو هو ظلمك أو جرحك هتلاقي اللي ظلمه هتلاقي اللي جارح هتلاقي أنه وقع في حفرة كبيرة جدا جدا وعميكة كتير فتحس أن حقك رجع لك مش هيقع هيقع بس فكرة أن حقك هيتاخد بشكل ما من الأشكال برج الحوت كمان من أكتر الحاجات اللي هتكون مميزة أن الوضع الاجتماعي اللي حواليكم هيكون قد إيه أنتوا مؤثرين إيجابيا وكمان في نفس الوقت هيكون أشخاص كتير بيدعموكم سواء أصدقاء أحباب أو أهل أيا كان فأنت عندك أشخاص هيكونوا قد إيه قادرين على دعمك عايزيني أنهم يقفوا معاك بسندوق كتير وبيدعموك سواء بخبرة أو بنصايح أو ببعض الخطوات يا برج الحوت برج الحوت كمان من أكتر الحاجات اللي هتكون مميزة للناس اللي هم عندهم انتظار لمواليد ده هيكون في كتير من مواليد هيكون في كتير ممكن يكون فيه أولاد فيه صحة إنجابية فيه ممكن يكون مشكلة لها علاقة بإطار صحي ولكن فيه طرق معالجة يعني فيه معالجة بتحصلوا عليها فبتحصل في الآخر على نجاح في أمور صحية يعني فدي من الأشياء برضو الجيدة كتير بالنسبة لك فيه أكتر من شيء صار على فكرة خاصة إن في كل شهر بالنسبة لكم هيكون فيه فرص فرص ولكن في خلال شهر يناير هي أنت بتحاول تاخد الفرصة بتحاول تبقى تفوق بتحاول إن أنت تلتقط بعض الأمور من فبراير هيبقى أنت عندك الحظوص كلها متوفرة جدا جدا ليك طبعا مع مارس مع مع ما لحد ما بتوصل لحظوص كثير قوية ومتميزة يا برج الحوت فإذا هي فترة تدعو جدا جدا للتفائل وتدعو جدا للإجتهاد وتدعو لي إنك يبقى عندك رؤية للأمر اللي قدامك أو لحياتك بشكل إيجابي عمتا خليكم موسكين دايما في ربنا ثقف الله يعني عارفين ثقف الله نجاح والله بجد كل ما يبقى عندكم فكرة إن ثقف الله نجاح يبقى عندكم منبساط كثير بحياتكم وكأنها متيسارة كده أصلي ربك مش هيغزل أبدا أبدا إن انت تصق فيه برج الحوت أنتو عندكم لازم تبقوا متفقلين جدا جدا لأن انتو عندكم حظوص وفيرة جدا بشكركم وبتمنى لكم كل الخير وكل السعاد ما تنسوش العاك وشير الأشراك في قناة تفعيل الجرس سلام